خلافات المحافظين تخرج إلى العلن رئيس مجلس الوزراء ريشي سوناك في سجال مع سلفه بوريس جونسون متهما إياه بالسعي لنقض قرار لجنة التعيين في مجلس اللوردات التي استبعدت ثمانية شخصيات محسوبة على جونسون فيما وصف رئيس الوزراء السابق كلام سوناك بالتفاهات لقد طلب مني بوريس جونسون القيام بعمل لست مستعدا للقيام به لأنني لا أعتقد أنه عمل صائب وهو إما نقض قرار لجنة التعيين في مجلس اللوردات وإما قطع وعود لأشخاص ولست مستعدا للقيام بذلك كما قلت لا أعتقد أنه عمل صائب ولا ضير في أن لا يروق البعض هذا الأمر تشتد الأزمة بين أجنحة المحافظين على خلفية استقالات جونسون قادة المحافظين الكبار يطالبون بوريس جونسون بأن يسمط ويذهب بعيدا في حين أشار بعض النواب إلى خسارة الحزب أحد نجومه في الانتخابات العامة المقبلة خلافات أطلقت أيضا صفارة انطلاق السباق نحو الداونينغ ستريت بعدما هاجمت وزيرة التعليم رئيسة الوزراء السابقة لستراس زعيمة أنها الوريثة السياسية لمارغريت تاتشار أعتقد أن الانتخابات البلمانية المبكرة اقتربت وأرى أن المحافظين سيخسرون هذه الانتخابات لعدة أسباب أهمها الأزمة الاقتصادية فضلا عن أزمة الصراع على السلطة بين المتخاصمين في حزب المحافظين استفافات سياسية محورها ترشح جونسون في الانتخابات الفرعية جاكو بريسموغ أحد أبرز حلفاء جونسون يحذر من تبعاته منع رئيس الوزراء السابق من الترشح على وحدة الحزب في حين أشارت مصادر لصحيفة الجاردين إلى إمكان حجب سناك إعادة ترشيح سلفه في الانتخابات الفرعية حزب العمالي المستفيد الأول من خلافات المحافظين يدخل على قط الأزمة مطالبا بانتخابات برلمانية مبكرة دعوة هدفها إشعار الحرب بين المتخاصمين وحصد مزيد من تأييد الشعبي في الانتخابات البرلمانية مستسر لندن الميادين